كراك توث سندروم ويجب أن نفعل بشكل مستمر أو أننا قمنا بعمل كبيراً وقمنا بعمل كبيراً فقمنا بعمل كبيراً والسبب الأخير والذي المثال هو وجود حياتي مثل حياتي أو حياتي أو أي حياتي ما هو الإقزام وما هو الإقزام وما هو الإقزام لكي نشخص الدرس بكراك توث سندروم نأخذ كبيراً نسوي راديوغرافيك إجزاميناشن ونسوي كلينيكل إجزاميناشن هالثلاث أشياء نأخذ من المريض هل أكل شيء يابس أول هو يأكل أكل يابس بشكل متكرر هل عنده بالنسبة لكلينيكل إجزاميناشن نشوف التوت ستركتر نشوف الحجمها نشوف التوت ستركتر هل فيها كريزي لاين لو فيه فراكتر لاين أو كراك لاين نشوف الأكستنشن ما للوكيشن الأمر ها بعدين نسوي البايت تيست ننخلي المريضة عرض على توث سلاط ونشوف هل فيه بين مع البايت أو الرليز وأيضاً نسوي بروبينج في دي بوكت أرون مكان راديوغرافيك إجزاميناشن نشوف البيديل أروند التوث هل فيه مكان في دي بوكت هل فيه فراكتر لاين مبين البون لبين هل ستركتر لبينج ماهل التوثم المريضة التي ستجعلها حلث إذا كراكتر لبينج الأول نحن نقوم بعمل المريضة مثل المريضة بكتب الأول تقوم بعمل وأنا رأيي أن الناس يزيد من كراكتر لايضاً فما أظن بس موجود بالكامل أبشن الرابع أن نحن نحط أورثوباند على الضرس هذا وهذا يمسك التوث وما يصير في عندنا كراك بروفوكيشن ويختفي البيت